السلام عليكم معكم طلال نقار اليوم هو اليوم الخامس من شهر ديسمبر عام 2022 كتير من الأخوة والأصدقاء عم يبعتوني على الميسنجر تقريبا بيجي يوميا وبشكل متكرر كتير صراحة كونوا عندي أصدقاء كتير الحمد لله بيطنقنوا عن صحتي كلمتين بنكتب كيف حالك شو أخبارك طمننا عنك حابين نطمن حتى درجة وصل الحماس بأحدهم صراحة اليوم انه بعتلي رسالة ان شاء الله تكون شفيت من السرطان تماما انا لما قرأت صراحة حكت وحضرته بعدها جوابي للأخوة والأخوات والأصدقاء اللي هنن في علاقة شخصية مسبقة بيني وبينهم سواء لتقيت معاهم او حكيت معاهم تليفون او في يعني في صداقة تعريف الصداقة هده هو اما لتقيت معاو او حكيت معاو انهم يتواصلوا معي بشكل مباشر انا بفضل اسمع صوتهم بتونس بيسمع صوتهم صراحة فهذا ربما البديل للزيارة الشخصية ربما الزيارة الشخصية بهذا الزمن هذا مو بهذه السهولة حتى او كان واحد بنفس المدينة او بنفس البلد بس التليفون المباشر اظنه صار اظنه هذا شيء متوافر وسهل وافضل بكتير من مجرد كتابة كلمتين عابرات صراحة انا طريقة انه كتابة كلمتين عابرات كمعايدة للمريض او زيارة المريض ما اظنه انه هذا شيء مقبول بهذا الزمن ولا اظنه هتكون مقبولة بأي وقت من المواد بالنهاية هي تفضيلات شخصية والمريض هون صاحب القرار بالنسبة للاشخاص او الاصدقاء الفيسبوكيين اللي ما بيجمعيني بيني وبينهن اي علاقة شخصية وفي صداقة ربما فيسبوكية بس ما في علاقة شخصية مسبقة ما سبق حكيتهم الافضل يتوقفوا عن الرسائل يعني انا شخصيا انا عايش وعم اشتغل وعندي مرضاي وعندي يومي اللي هو حافل ومليء فانا رح يزعجني كتير صراحة انطنت الجوال كل الفترة لأطلع لشوف شخص بحياتي ما التقيت معه بحياتي ما حكيت معه ربما فيه يعني سألني مرة بالأيامات سؤال بيسألني كيفك وشو اخبارك على الخاص أو على العام يعني صراحة شغلة مزعجة ومملة المشكلة انه انت عم تسأل عن اي شي بالضبط انا التشخيص شاركتكم فيه وطلبت منكم الدعاء وانا حديق قيدي العلاج اي سؤال انا ما عندي اي جواب عليه صراحة ما في غير اني انا على قيد الحياة الحمد لله لا امور الميحة بس هل في استجابة للمرض ما في استجابة ما فيني اعرف هذا الشي الغريب انه الشخص اللي يسألني انه ان شاء الله يكون شوفيتنا السرطان دماما هو طبيب بالمناسبة يعني انا سعاقة لما شفت هذا يعني ما في طبيب يقول هذا الكلام بيسأل هيك سؤال سازج صراحة ربما حتى العوام ما بيسألوه مو بها المرحلة يعني لابسط الموضوع للاخوة من خارج الحقل الطبي انت بتبدأ العلاج العلاج ما هو معلق الدواء وبتمشي فيه فترة العلاج الكيموهي وفترة عدة اشهر بجرعة كذا بكذا بكذا تعطيه هون وبعدين بتقرر بتعيد التصوير وبتشوف اذا صار في استجابة او لابس مو والله اخدت الدواء مبارح اليوم والله صار في شفاء ولا ما صار في شفاء يعني انا استغربت صراحة من هذا السؤال بهالبساطة النقطة ثالثة بحبه كمان وجهها للاخوة والاخوات سواء كانوا في معرفة مسبقة او ما في معرفة مسبقة ياريت يحافظوا على دعائهم لألي ويكون دعاء بظهر الغيب دعاء بظهر الغيب هو الدعاء المستجاب ان شاء الله واللي انت بتاخد اجره كشخص عم يدعي لشخص ثاني انت عم تدعي لي مثلا بالشفاء بالفرج بالكذا المفروض ان يكون دعائك بظهر الغيب فانا رح ساعد الاخوة والاخوات اللي ما سمعوا هذا المقطع ولما شوف انا حاليا من هلأ ورايح بدء من اليوم لما بشوفي تعليقات الدعاء انا هاحذفها مشان مايروها لهم ثواب هات الدعاء الدعاء بظهر الغيب متل ما قلت الدعاء مستجاب ان شاء الله هاي رقم واحد ورقم اثنين صاحب الدعاء نفسه بياخد نفس اجر الدعاء وبياخد نفس البركة تبع الدعاء لما بيدعو الاخو بظهر الغيب فانا رح ساعدكم واني احتف هاي الادعية حاليا حافظوا عليها طبعا انا ما بستغني عن دعائكم ودعائي وان شاء الله نحن كلنا برحمة رب العالمين بس هذا الشيء لازم يكون بظهر الغيب سبب اخر لاني عم اطلب ممكن هذا الطلب ممكن اشرح بالفيديوهات السألة اللاحقة ان شاء الله يعني انا حاليا هلأ بموقع المريض حقيقة وانا خذت تجربة ففي تعليقات صراحة يعني انا فيني اقول يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب فكيف كانت مجربنا طبيب فانا كطبيب وكمريض حاليا فيني اقول انه في كتير ربما من الهفوات اللي بيرتكبوها الاخوة والاخوات بدافع الحب طبعا بدافع العاطفة بس انهم بيكونوا عم يسيقوا او ما عم يحسنوا على الاقل او عم يكون تأثيرها سلبي على الطرف المقابل اللي هو المريض الفكرة انه انت لازم تنظر لشينا عم تعملوا بالمحاولة اظهار التعاطف اظهار المواسات او المشقة على المريض بدك تنظر ايها من عيون المريض كيف المريض حيشوفها بيحضرني هون حاليا يعني احنا اليوم كأني بارح شفت على الفيسبوك خبر وفاة احد الاطباء المصريين يبدو شخص مشهور الدكتور محمد ابو الغيط رحمه الله يبدو بتجمعني معه عدة شغلات صراحة هو اولا طبيب ومشهور ما شاء الله يبدو ويبدو انه كان قلمه جيد يعني كتابته مبدعة قادرة على التصوير بشكل جيد ويبدو انه الله بتلاه بمرض السرطان يبدو من سنة او سنتين وصرطان هضمه يبدو كأنه معدي او غيره وواضح انه قاسة كثيرا بالمراحل الاخيرة من حياته وتوفى الله اخيرا الشي اللي انا ما باتفق معه فيه صراحة رحمه الله له وجهة نظره انه وظف قلمه برسم المعاناة اللي عمياني فيها هو شو كان عم يعاني شو عم يحس بكل مراحل الحالات الصعبة اللي مرأ فيها هو سواء الألم سواء يعني ما بدي يقول بالفيديو شو كان عم يوسف صراحة لانه انا نفسي ما قدرت اراءه شخصيا يعني انا بعتقد يعني المفروض ما كان لازم يعمل هيك يعني سامحه الله ورحمه الله هو عنده وجهة نظر مرة تانية وربما هو كان يعني بالنهاية كل هذه انطباعات شخصية الواحد باجتهادات خليني قولة بالنسان بمثل حالته ولا حالتي ولا حالة اي مرأة انسا بيمرأة تحت شدة بيكون بينظر للأمور بربما منظور آخر فهو يبدو واضح انه كان عم يحاول يشارك كل الناس مع الألم اللي عم يحس فيه يعني اللي بده يحس بالألم تماما اللي عم يشعر فيه يوصف لك يا بي دقة ما بعرف اذا كان هذا الشي رح يزيد من تعاطف يعني زاد او رح يزيد من تعاطف الناس مع مريض السرطان انا يكفي اني قلت يا جماعة انا معني سرطان ومرحلة رابعة وانا هذا الشي كافي لطلب التعاطف ليش لازم انا اعطيكم اني انا عم عاني وعم قاسي وانا حقيقة انا عم عاني ما بقولكم اني مرتاح تماما بس انا ما بشاركوا هذا الشي انا ربما حتى اهلي صراحة المقربين ما بشاركوا هاي التفاصيل اللي انا عم عاني منها ربما زوجتي لانا ساكنة معي بتشوفني وتعرف شو عم يصير الكتاباته صراحة تمنيت له انه كان ركز على الجانب الابداعي فيها وهو كاتب فيها يعني عم يتكي مذكراته وكيف يعني في جزء منها وصف المعانات ووصف الجزء الطبي والمعانات والألم وجزء تاني جزء اللي هو المذكرات اللي هي اللي بتخبط حقيقة رحمه الله انا شخصيا لا لا اقتنع بهذا الموضوع ان شاء الله ما راح شارككم بايشي من هذا الموضوع منها لا سابقا ولا لاحقا قاعدتي بهالكلام بيت الشعر اظنه لا والله ما يعرف من الشاعر صراحة لا تشكل الناس جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا من به الألم مهما كان الطرف المقابل متعاطف معك مستحيل يقدير يشعر بألمك بيتفهم بس ما بيشعر بنفس الألم وما في داعي انك تزعج الشخص مدام انت عم تحكي لشخص بتحبه ليش لحتى تخليه يتألم معك انا بيهمني انه اشخاص اللي بيحبوني ما يتألموا معي ما انا يكفي ان انا عم تألم عنهم جميعا هاي اللي ارجعنا نخلنا بالعقيدة فال سبحان الله النقطة الثانية البيت الشعر الثاني اللي هو لازم كمان ربما انا بالتزم في يدل المتنبي لا تحسبوا بيقول لا تحسبوا ضحكتي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألمي فمو اذا الواحد اظهر الجلد والصبر وهو عم حاول يظهر بالصورة الحسنة ويترف الانطباع الحسنة عند الآخرين انا هذا الشي اللي عم ركز عليه حقيتا سابقا كنت عليه وحاليا لستاتني عليه ان شاء الله بتم عليه وهي وجهة نظري المخالفة للي ارتقى المرحوم ابو الغيط بتمنى انه تفهموا وجهة نظري خلينقول الكلام اللي عم احكيين من وجهة نظري وبالنهاية كوني انا صاحب المرض هون فانا ربما اللي حق عليكم انه تلتزموا بشي اللي عم اطلبهم ان شاء الله يا رب ما تشوفوا إلا كل خير وان شاء الله ما تحفظوا عني إلا كل انطباع جيد بالنهاية انا بشر في عندي جوانب يعني مظلمة بحياتي ان شاء الله يا رب الله يكتب الستر علينا سواء كانت من كل الاشكال للألم او المعانات ربما ما بظن انه مشاركة المعانات مع الآخرين الى اي فائدة بتمنى انه يكون الرسالة وصلت ان شاء الله يا رب تابع بمجموعة مقاطع او فيديوهات خلينا نقول انه هي انطباعاتي عن الأخطاء او بعض الأخطاء اللي ارتكبها لبعض المحبين بمحاولة التعاطف وربما كان الى مفرول السلمي ربما يعني المكسب اللي انا عم اكسبه هون ان انا عم اخد يعني انا جربت المجرب عم اخد الموضوع من الطرف الآخر كوني الطبيب اصلا بيتعامل مع مرضى وحاليا بموقع المريض وبالتالي فيني احكي التجربة الحقيقية جزاكم الله خيرا جميعا ان شاء الله يا رب نبقى نتحسن ظنكم ان شاء الله من ارجع وحاول ارجع للمحاضرات لانه في معنى ما نعم اقدر صراحة بسبب المعاناة نوعا ما اني ارجع لأي محاضرات هاي تفضوا تبع الغرفة فسلام عليكم جميعا سلام